دول كده بداية انا ايه رأيك في الازمة بتاع التنادي الاسماعيلي النهاردة واعتراضه على قراءة كاسم مصر وقراء الانسحاب مصر زي ما باتكلم معك بقيت مضى قديمة وكلمة الانسحاب دي كده كده هنلعب وكده كده هتلعب وليك حق انك تعترض بس الاعتراض من البداية ما تجيش دلوقتي طول ان انا اعترضت وفي الاخر بعد القراء ما خلصت خالص وتكمل وتجي طول ان انا باعترض لا اكمل بداية الامر وبرضو بلوم على الناس بتاع الكورة لانه وقال لك في الايه ان انا هخلص واشرح لك لا انت كنت فاهمته في البداية خالص والله الوضع هيمشوا واحد اتنين تلاتة اي ناسبك او لا طب انا سألتوا السؤال ده المنسحة كومي لو القراء ما كانتش واقعته مع نادي الزمالك كان هينسحب او كان هياطرد ما اعتقدش ايا ان كان نادي اسماعيل نادي كبير طبعا. ونادي الزمالك نادي كبير ايا ان كان كان اي ان كان بقى جاي جايك الاسماعيلي جايك الاهلي جايك بيرمز هتلعب هتلعب انما واكل الاعتراض ما يقشليك حال انك تعترضي بس ما تعترضي بس ما اطولش نسحب انها بقت كلمة بايخة بصراحة انا اسف يعني في اللقاء ازي بقت رخمة ما ينفعش تقال في الدور المصري ولا في كاس مصر ولا في مصر اموما يعني. خلاص يعني احنا اسمعنا كلمة دي من سنين كل شوية حد يطلق لك انسحب. طب ما بتنسحبش ليه. طب ما طي الله وريني انسحب وخلاص. وخلصنا من القصة دي. انما بقت موضة وبقت رخمة وبقت بنسمعها كتير. فخلاص الموضوع يعني الموضوع ابسط من كده. نادل اسماعيل ان شاء الله يعمل مطش كويس وتصدنات زي مال لك. مباراة في الاخر كاس بانا نقول له مبروك والخسراء على الارض لك ولسه مواسم جاية كتير. عارف انا انا وقفت عند نقطة موانس يا حياء قالها. وهي دي اللي عجبتني بصراحة. مكتبش عليك. انه هيتخذ الاجراءات الطبيعية العادية. انه يحفظ حقه. حقك. تمام. يعني انت حقك يمشي وراك. بس دوننا كلمة الانسحاب. يعني يقول انا انا ملتزم. بس الاول همشي في اجراءاتي واحد اثنين تلاتة اربعة. انا بقول لك الله يا كريم اه. اه. مضة رخمة وكلمة بينها رسمها وحاجة يعني صعبة. بص اقول لك العاجة بصراحة. ام. انت بتحاول تصلح. ايبا. صح? بتحاول تصلح في المنظومة. ام. بس انت معنكش منزومة. ام. من الاخر. احنا بص اقول لك الكلام ده. حتى واحنا بنلعب. ام. يعني حتى وانا العيب. وقبل كده وحتى قبل ما نلعب. ام. انت بتدور على الحاجة تصلحة اساسا هي مش موجودة. ام. لو انت يعني بتتكلم على منزومة. بتتكلم على كورة قدم حقيقية في مصر لأ. احنا بقيت تماما. اناش دعوة. ام. احنا شغالين حاجة وهي مش موجودة. بس وانت بتلعب. احنا خدنا الفين وسبتة والفين وتمانية والفين وعشرة. وافضل ازدهار للكورة. عشان كان في جيل. عشان كان في جيل محترم. ام. وبيقدي وفعلا بيلعب كورة للكورة. ام. دلوقتي كورة بيت استثمار. ام. وبيزنس. ام. مواهب قلت. ام. قطعات بتتباع. ام. كل الكلام ده. وانت مش شاف ان ان انت في خطر. ام. في مؤشر خطر. ا تا ما بايش عندك موهبة. ام. ما بايش عندك لاير كويس. ما بايش تشوف ناشئ. يعني تقدر تتوسم فيه خير. يعني والله يعني لسه بنتكلم برة مع الاسادزة برة. ام. يعني بنتكلم على يوسف وسامة نبيه او او سيف فاروق جعفر او اه كريم اه زياد زياد طارق. مستفى شبير بصراحة. مستفى شبير. اه. الواحد بيفرح. ام. انما دلوقتي خلاص مفيش مواهب. انكردت.